بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهترى بهدية وعمل بسلطة إله ودين وبعده فيقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء الذين أرسلهم قبل أن يرسلهم سبحانه وتعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الذي يأتي مصدقا لما معهم فعليهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يكونوا تبعا له وفي نصرته صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين ميثاقهم عهده المؤكد لما آتيتكم من كتاب وحكمة يعني بما آتاهم الله تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة أي بما تفضل الله عز وجل عليهم من الكتاب المنزل عليهم والحكمة العلم الكامل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الأنبياء فهم حكما يضعون كل أمر في نصابه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم جاءكم رسول يصدق ما معكم بمعنى أنه يأتي بالصدق وبالحق الذي يكون مصدق لهذا فيدعو إلى ما دعوتم إليه ويبين أن ما جئتم به إنما هو الصدق من الله تبارك وتعالى وما عنده هو ما عندكم من الدعوة إلى عبادة الله الواحد للأحد سبحانه وتعالى هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه لتؤمنن به أي والله لتؤمنن به هذا عهد الله إليهم ولتنصرنه ولتقومن في نصرته فهذا مما أخذ على كل الأنبياء قبل محمد صلى الله وسلم أن يؤمنوا بمحمد إن بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به صلى الله وسلم عليه ثم إن لم يكن بعث فيؤمنوا به ويؤمنوا بأن هذا النبي هو النبي الذي قد أمر الجميع بأن يكونوا في إمرته وطوعه وأن يقوموا بنصره ومعنى أنهم يقوموا بنصره لا بد أن يكونوا يعني من رعاياه ومن جنوده فهو قائدهم وهو إمامهم صلى الله وسلم ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري الإقرار بمعنى أنهم أقروا بهذا يعني شهدوا به وألزموا أنفسهم الإيمان بهذا والعمل بمقتضى هذا الإيمان وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي المؤكد قالوا أقررنا فهذه من شهادة كل نبي أنه مقر بهذا مقر بأن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأنه إمام جميع الأنبياء والمرسلين وأنه إن بعث وهو حي أن يكون أن يسلم القيادة له وأن يكون في طوعه وفي إمرته وأن يقوم بنصره قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم قال جل وعلا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك من أي أحد فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى والمعنى أنه إذا كان الأنبياء والسابقون كموسى وعيسى ونوح وإبراهيم كل هؤلاء قد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالنبي وأن يكونوا تبعا له فكيف بأتباع هؤلاء لا شك أن أتباع هؤلاء الأنبياء مدام أنه قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون كالنصر واليهود فواجب عليهم أن يسلموا ويذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى ويتبعوا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي لو كان نبيهم الذي ينتمون إليه موجودا لكان هو أول الناس في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإقرار له وفي القيام بنصره فمن تولى بعد ذلك من هذه الأمم الذين ينسبون إلى الأنبياء اليهود والنصارى وتركوا نصرة محمد صلى الله عليه وسلم عليه والحال أن الميثاق قد أخذ على يعني أنبيائهم الذين ينتبون إليهم أن يتبعوا النبي فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بعد ذلك يعني بعد هذا الميثاق والعهد المؤكد وكذلك بعد بيان الله تبارك وتعالى فأولئك هم الفاسقون ثم قال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سؤال للإنكار الشديد أفغير دين الله يبغون يعني هل يريد هؤلاء دينا لهم غير دين الله تبارك وتعالى ثم والعجب يعني والحال أن الله تبارك وتعالى قد أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني والرب الإله قد أسلم له إن قادة وأذعن وخضع له كل من في السماوات من ملائكة وأي عالم خلقه الله تبارك وتعالى والأرض إنسهم وجنهم عاقلهم وغير عاقلهم كلهم قد أسلموا لله تبارك وتعالى طوعا هذا إسلام أهل الإيمان وكرها إسلام كل الخلائق بمعنى أنها منقادة مذعنة لأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في الجميع وأمره الكون القدري فيكون نافذ في الجميع وتصريفه هو تصريفه للجميع من إحياء وإماتة من عز وإذلال من هداية وإضلال كل هذه الأمور فيما يعتبر العبد غنا وفقر مرض وصحة وجود وعدم كله بيد الله تبارك وتعالى وله أسلم أي انقادة وأذعن لله تبارك وتعالى طوعا طواعية من نفسه إسلام أهل الإيمان فإنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى طواعية بمعنى أنهم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى يؤمنون به بقلوبهم ويعملون بجوارحهم ما يأمرهم به إلههم وخالقهم سبحانه وتعالى وكرها هذا الكفار فالكافر مسلم لله عز وجل رغم أن فيه يولد بمشيئة الله وأمره ويموت بمشيئة الله وأمره ويحيا بمشيئة الله وأمره وفي كل حركاته وسكناته هو في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى وأمره الكون والقدر لا يخرج أحد عن أمر الله تبارك وتعالى الكون والقدر أبدا وإليه يرجعون يعني مرجعوا كل العباد ومرجعوا الخلق في النهاية إلى الله تبارك وتعالى فالإله الذي هذا شأنه أنه قهر كل شيء وذل له كل شيء وأسلم له كل شيء كيف يبتغي عاقل أن يتخذ له دينا غير دين هذا الرب سبحانه وتعالى وطريقا غير طريق هذا الرب فلا شك أن من اتخذ له دينا أخذ باختياره دين غير دين الرب تبارك وتعالى وغير الإذعان له يكون هنا يعني لا عقل له ولا فهم له ولا فقه له أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون نعي شديد على هؤلاء المكذبين من اليهود والنصارى الذين أرادوا أن يتخذوا لهم دينا من عند أنفسهم لم يأمر به الله تبارك وتعالى ولم يشرعه الله تبارك وتعالى لهم نكلوا أن يتبعوا النبي الخاتم الذي أرسله الله تبارك وتعالى وتمسكوا في زعمهم بما بدينهم الذي حرفوه وغيروه اليهودية أو النصرانية وظنوا أنهم على دين الله تبارك وتعالى والحال أن هذا ليس دين الله دين الله هو الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وأما عيسى لو وجد وموسى لو وجد لما كان له سبيل إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما قال صلى الله وسلم والله والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني يعني لما وسعه في الدين إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا له فهؤلاء يقول الله لهم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ثم قال تعالى معلما عباده المؤمنين أن يقولوا هذا القول الذي هو مقتضى الإسلام لله والإذعان له سبحانه وتعالى قال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بالله هذا إعلان للجميع أن هذا هو الدين الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده قل آمنا بالله آمنا صدقنا أقررنا في قلوبنا طبعا الإيمان ليس التصديق فقط ويكون عمل بمقتضى التصديق فمنصدق بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الرحمن الرحيم الجبار المتكبر الذي يؤاخذ بالذنب ويعاق به الرؤوف الرحيم لا شك أنه عمل بمقتضى هذا التصديق بمعنى عظم هذا الرب خالق السماوات والأرض خافه لأنه يؤاخذ بالذنب واتقاه واتقى عقوبته طمع في إحسانه وفضله وبره سبحانه وتعالى سار أطاع هذا الرب تبارك وتعالى وسار على الطريق الذي يريد قل آمنا بالله وما أنزل علينا نؤمن بالله والذي أنزل علينا طبعا أنزل بالبناء لمن يسمى فاعله والذي ينزل هو الله تبارك وتعالى يعني وما أنزله الله تبارك وتعالى علينا من الكتاب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط يعني كذلك نؤمن بما أنزله الله على إبراهيم من الكتاب والحكمة وإسماعيل بكره بكر إبراهيم نبي الله تبارك وتعالى ورسوله إلى العرب وإسحاق وهو الولد الثاني لإبراهيم من زوجته سارة ويعقوب ابن إسحاق وهو إسرائيل عليهم جميعا سلام الله والأسباط أولاد يعقوب وما أوتي موسى وعيسى والذي آتاه أوتي يعني الذي آتاه الله تبارك وتعالى لموسى وعيسى وقد أوتي موسى وعيسى أمور عظيمة فموسى أوتي التوراة وكذلك أوتي هذه الآيات العظيمة التي أجراها الله تبارك وتعالى البينات التي أجراها الله عز وجل على يديه وعيسى أوتي الإنجيل وكذلك ما أجراه الله تبارك وتعالى هذه من الآيات البينات والنبيون من ربهم كل النبيون وهنا بين هؤلاء المذكورين أنبياء كثيرون بضع عشر ألف نبي أرسلهم الله وتبارك وتعالى إلى أهل الأرض من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نؤمن بهؤلاء جميعا ولا نفرق بين أحد منهم فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما الشأن عند اليهود فإنهم آمنوا ببعض هؤلاء الأنبياء وكفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكما الشأن في النصارى فإنهم كذلك كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون منقادون مذعنون خاضعون لأمر الله تبارك وتعالى فما يأمرنا الله تبارك وتعالى به نحن مطيعون لذلك فهذا هو الدين هذا هو الدين الذي يريده الله تبارك وتعالى من كل أحد هذا هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى خالق السماوة والأرض لعباده أهل الإيمان أن يؤمنوا بكل الرسل الذي أرسله لأن من كفر برسول واحد من هؤلاء فقد كفر بالله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أرسله الله الذي أرسله وهذا النبي هو الذي نبأه الله تبارك وتعالى وأرسله وأقامه بهذه الدعوة فإذا آمن أحد بجميع الأنبياء ولكن هذا النبي أو هذا الرسول قال لا أنا لا أؤمن به إذن الكفر هنا قد كفر بالله لأنه كفر بالذي أرسله سبحانه وتعالى فالكفر برسول واحد كفر بالله تبارك وتعالى وكفر بالجميع هو في النهاية كفر بالجميع فلا يفيد هذا الذي آمن ببعض الرسل الله تبارك وتعالى لا يفيده عند الله عز وجل لأنه في الواقع كافر بالله تبارك وتعالى لأن الله هو الذي أرسل هذا النبي ثم قال جل وعلا وَمَنْ يَبْتَغِيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسْرِينَ وَمَنْ يَبْتَغِيْ يُرِيدْ يَطْمَعْ وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً الإسلام هو هذا الإسلام بهذا المعنى الذي قاله الله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون أي الانقياد إلى الله تبارك وتعالى في كل ما أمر به وتصديق الله تبارك وتعالى في كل ما أخبر به ومعنى تصديق الله في كل ما أخبر به تصديق كل الأنبياء أن يصدق جميع الأنبياء وأن يؤمن بجميع الأنبياء ومن يبتغ غير الإسلام دينا طريقا ومنهجا وسنة له فلن يقبل منه فلن يقبل منه إيمانه بما آمن به من بعض الأنبياء وهو في الآخرة من الخاسرين والخسران في الآخرة طبعا يظهر خسارته في الآخرة هو في الدنيا ظن أنه من أهل الكسب أنه من الذين يعني كسبوا الحق والخير ولكن الحال أنه خاسر والخسران إنما يقع على خسران النفس ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فهنا ما يخسر شيء يعني خارج عنه كماله أو بعض ولده أو شيئا من نفسه كيخسر عينه أو يده لا هذا يخسر نفسه كله فهذا الخسران المبين وذلك أنه يورد النار عياذا بالله فيعذب كل عضو منه وكل عصب منه وكل مساحة من جلده في النار عياذا بالله فخسر نفسه وبالتالي خسر ماله لا يبقى له مال ولا يبقى أهل وإن كان أهله في النار فقد خسرهم وإن كانوا في الجنة كذلك فقد خسرهم فالذي خسر نفسه هذا هو الخاسر على الحقيقة وهم في الآخرة من الخاسرين تظهر خسارته في الآخرة وإن كان هو في الدنيا خاسر كذلك باتخاذه غير طريق الله لكن هذا ظهوره ظهور هذه الخسارة العين يكون في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا باين كذلك أنه طمعهم أن يكونوا في الآخرة هم أبناء الله ويحباه وأنهم لاقضون الجنة وأنهم وأنهم يتبدى لهم بعد ذلك أن هذا كله قد كان كذبا وزورا هؤلاء الذين بين الله تبارك وتعالى لهم الطريق على هذا النحو وأوضحه وأقام عليه الدلائل العظيمة هنا يبين الله تبارك وتعالى يعني بعدهم الشديد عن الهداء وأنهم لا يستحقون عناية الرب وهداته سبحانه وتعالى قال جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا كان جواب لمن استعظم كفر هؤلاء الذين عندهم الكتاب عندهم التوراة عندهم الإنجيل عندهم العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يهتدي هؤلاء ويأخذوا الطريقهم أولى الناس باتباع محمد صلى الله عليه واتخذوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى ولماذا يتعب الإنسان نفسه في دين لا ينفعه يتعب نفسه في إيمانه بموسى والتوراة والعمل بها والجهاد في سبيلها ثم يكفر بمحمد فلا ينفعه ذلك علما قد يفني حياته يفني ماله في هذا الطريق وكذلك هذا النصران الذي يبذل مهجته ونفسه وماله في سبيل الدين في سبيل الإيمان بالمسيح والإيمان بالإنجيل ويتعب ويكيد ويجتهد ثم يكون إلى الخسار والدمار في النهاية كأن قائل يقول لما لم يهدها الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس الذين يبذلون ويؤمنون وهم أتباعوا هذه الرسالات لما لم يهدهم الرب تبارك وتعالى إلى طريقه قال جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فهؤلاء الناس بعد أن آمنوا بالله تبارك وتعالى كفروا إما بعد إيمانهم بعد إيمانهم الذي كانوا عليه بالتوراة والإنجيل جاءهم النبي الذي يعرفونه فكفروا به فإذا حصل الكفر حصل الكفر كذلك لما عندهم من الكتاب من التوراة والإنجيل وشهدوا أن الرسول حق شهدوا أن الرسول حق أدلوا بهذه الشهادة إما إنهم شهدوها أدلوا بها وإما اعتقدوها وأيقنوا بها وتصبح كشهادة علموا هذا مما عندهم في الكتاب فقد خبروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلبوا أمره وعلموا أنه رسول الله حقا وصدقا فهذا هراقل الذي كان زعيم رئيس رأس الكنيسة الشرقية في وقته وملك الروم لما عرض عليها أمر النبي وفتش حاله قال هو رسول الله المؤيد هذا أنا أعلم أنه خارج وقال لأبي سفيان الذي كان يناقشه في هذا الوقت قال لو كنت عنده لغسلت عن قدبيه ولو وددت أني أخلص إليه قال لو وددت أني أخلص إليه يعني من ملكي ومن من حولي يمكنني من أن أهرب إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدبيه وقال له لإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولقد كنت أعلم أنه خارج ولا ما كنت أظنه منكم ما كنت أظنه من العرب ولكن بعد أن تحقق علم أنه هو هو وأنه هو قال له هو قال نعم هو هو وهذا حديد بن أخطى برأس اليهود يسأله أهو هو يعني أهو النبي الذي يعني أمرنا باتباعه وتصديقه فيقول إيه والله هو هو يقول فما فما صنيعك معه قال عداوته والله ما بقيت يعني أن أعادي هذا النبي ما بقيت فهؤلاء رؤوس اليهود ورؤوس النصارى شهدوا أن النبي حق شهدوا فيما بينهم وفيما يدلون به أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق هالرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق هو أرسله الله تبارك وتعالى وجاءهم البينات جاءتهم الأدلة الواضحات من الله تبارك وتعالى على صدق هذا النبي فهذا النبي هذا حاله في مكة صلوات الله وسلامه عليه دلالة أكيد على أنه رسول الله فحاله حال الرسل من البداية بالضعف من الإخبار بهذه الغيوب ويتحقق كل أمر فيه من الإخبار بالغيوب السابقة ويتحقق تماما أن هذه الغيوب التي أخبر بها سابقة هي نفس الغيوب التي عندهم من هذه المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه أمر واضح ثم البينات بعد ذلك بعد أن هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه وقعت البينات بيناه بعد بيناه معجزة بعد معجزة أولها نصر الله تبارك وتعالى له في بدر وإخباره بما يكون يعني في هذا الشأن واحدة بواحدة فقد أخبر يعني المسلمين قبل أن يخرج بأن الله تبارك وتعالى قد وعده إحدى الطائفتين وقد كان ثم لما أتى موضع بدر سار في موقع المعركة وقال هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان ولم يجاوز أحد من المشركين مطجعه الذي يعني نزل فيه بينات عظيمة جدا ودلائل هائلة جدا كلها تبينت أن هذا رسول الله حقا وصدقا فالله يقول كيف يهدي الله قوما هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا من سنته سبحانه وتعالى أن الظالم الذي وضع الأمر في نصابه جعل الكفر محل الإيمان وجحد هذا الجحود وجاءته البينات فأنكرها وجحدها كيف يهديه الله تبارك وتعالى ليس من سنة الله تبارك وتعالى أن يهدي إلا من يصدق من يؤمن من جاءه الخبر الصدق وعالم أنه صدق فيصدقه ويسير فيه أما من يأتيه الصدق ويعلم أنه صدق ثم يجحده وينكره فهذا يطمس الله تبارك وتعالى بصيرته ولا يهديه الله تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين من سنته سبحانه وتعالى مدام إنه على هذا الظلم والتعدي وجاءته البينات ولم يؤمن بها فلا شك أن الله تبارك وتعالى لا يهديه قال جل وعلك أولئك أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى أن عليهم لعنة الله فهذه عقوبتهم هذا جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى عليهم لعنة الله الله تبارك وتعالى يجعل اللعن عليهم ومن هذه اللعنة حرمانهم من الهدى وإبقاؤهم في الضلال وسيرهم في هذا الطريق الذي يؤدي به من الخسار والملائكة يلعنونهم كذلك بكفرهم وعنادهم ويلعنونهم بلعنة الله تبارك وتعالى والناس أجمعين يلعنونهم يلعنهم أهل الإيمان بلعنة الله تبارك وتعالى ثم يلعن بعضهم بعض ثم هم يلعنون أنفسهم بعد ذلك ويمقتون أنفسهم في الآخرة فتكون عليهم اللعنات من كل مكان وذلك لتلبسهم بهذه الجريمة الكبرى فجريمتهم الكبرى أنهم كفروا بعد إيمانه أعرفوا الحق وجحلوه جاءتهم البينات فرفضوها فشهدوا بأن الرسول حق يعني في مجالسهم وبينهم وبعضهم يشهدون في قرية أنفسهم أن هذا رسول الله حقا وصدقا ولم يتبعوه لما كان شأنهم على هذا النحو من الجحود فإن الله تبارك وتعالى يعني جازاهم بهذا الجزاء أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظروا نقف عند هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة